الشرطة العسكرية الروسية تعبر جسر قرقوزاق باتجاه عين العرب الحدودية مع تركيا تنفيذ متسارع للاتفاق الروسي التركي بدأ بإعلان تركي عن وقف العملية العسكرية شمال سوريا فيما تأخذ عملية انسحاب الوحدات الكردية مع سلاحي الثقيل 30 كم عن الحدود مهلة 150 ساعة بمساعدة الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري تحقق تركيا بعض أهدافها وفقا للاتفاق أبعدت الوحدات الكردية عن حدودها وحافظت مؤقتا على وضعا راهن بين رأس العين وتل أبيض مع أن مجمل الاتفاق يعني عمليا دفن مشروع المنطقة الآمنة باعتبارها عدوانا على الأراضي السورية في المقابل تحقق سوريا مكاسب واضحة على طريق استعادة سيطرتها على كل شبر من أراضيها ينتشر الجيش السوري وفقا للاتفاق في جميع المناطق التي ينسحب منها المقاتلون الكرد بما فيها منبج وتل رفعة شمال شرقي حلب كما تستفيد دمشق من العودة إلى تفعيل اتفاق أضنى الذي يضبط الحالة الأمنية عبر حدود البلدين واقتصاديا تترقب استعادة ثرواتها النفطية استنادا إلى تطورات المشهد شرقي الفرات ووفق دعم روسي يبدد المحاولات الأمريكية لإبعاد دمشق عن ثرواتها الطبيعية روسيا بدورها توسع عبر رعايتها للاتفاق حضورها في معالجة الملف السوري تشرف على التنفيذ الصعبي مع قوى كردية اكتشفت بعد سنوات خسارتها الفادحة من جراء ريهانيا على واشنطن وتسجل موسكو نجاحها بنزع فتيل مواجهة كبيرة بين سوريا وتركيا مشهد لاق ارتياحا واضحا من الحليف الأمريكي السابق للكرد مع أعلان الرئيس دونالد ترامب أن مهم قواته انتهت وأصبح الكرد آمنين وتم تأمين معتقلي داعش فيما رأى تيران حليفة سوريا والراعية في عملية أستنى مع روسيا وتركيا لاتفاق خطوة إيجابية لإعادة الاستقرار وإنهاء النزاع في شمال سوريا حقق اللاعبون أقصى ما يمكنهم من أهدافهم عبر اتفاق سوشي الجديد محطة أخرى على طريق استعادة دمشق سيادتها على كامل التراب السوري مع تعهدات واضحة في الاتفاق جوهرها الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسلامتها محمد الخضر دمشق الميادين